ازيك وجماعة محمدين ايه؟ بقى انا كنت بقولك ايه بقى في اول حلقة مسألة اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنظومة الغذاء في مصر يعني خليني اجيبها لك كده منظومة الغذاء في مصر المنظومة يعني احنا بنتكلم مش بس على اتساع الرقعة الزراعية المصرية لا احنا بنتكلم على كل ما هو متعلق بمسألة الغذاء يعني اتعندك اتساع الرقعة الزراعية ده واحد اتنين نوعيات الحاصلات الزراعية والمحاصيل الحقلية وما الى ذلك اللي تتزرع وفين والمساحات اللي هتتزرع دي كده نمرة ثلاثة طيب اربعة ان يبقى في عندنا اهتمام بحاجة اسمها الزراعة التعاقدية الدولة تحتاج ايه في هذا التوقيت فتبدأ تقول انا بحتاج الكميات الفلانية فابدأ اتعاقد مع المزارع علشان خاطر يزرع للكمية وببقى محدد جدا في مسألة الاسعار شديد الوضوح وانتو شفتوا اللي جرى على سبيل مثال في مسألة زراعة الامح وازاي يتشارى بنفس السعر بتاع السعر العالمي وبالعكس انه كمان زاد وتعملت منظومة اكتر من رائعة في مسألة التسعير لو السعر العالمي زاد هتاخد الفرق بتاعك لو السعر العالمي قل عن الاتفاق اللي احنا عملناه انت مش هتتحرك انت في التمام ميت فل و 14 حلال عليك طيب ايه تاني لازم كمان انا هزرع يعني ارض طيب يبقى لازم اوفر التقاوي والتقاوي بتاعتي لازم تبقى محسنة طيب و ايه كمان ما انا كمان لازم احتاج اسمدة يبقى لازم اتوسع اكتر في صناعة السماد طيب ايه كمان يعني عندي من ناحية تانية المية الاساس في الموضوع ارض ومية يبقى انا لازم اعمل المحطات بتاعت المعالجة بتاعتي ومحطات التحلية عشان اقدر اوفر المية المناسبة طيب انا هستخدم المية جهجهوني لا لازم استخدم اساليب الرأي الحديث جدا وبالتالي اقدر استفيد من كل قطرة مية بس كده لا ده انا كمان لازم اعمل المصانع اللي هتشتغل على هذه الصناعات الغذائية دي اسمها منظومة الغذاء في مصر وده اشتغل عليه الرئيس لا ده سنة هكملك وفي بعض الحاصلات زي الامح او الحبوب بشكل عام الرئيس عمل مشروع عملاق جدا علشان الصوامع فيبقى انت طول الوقت عندك مخزون كافي وعدة فاوفى قال احنا هيبقى في عندنا الحاجة الحاجة مش هتنقص على الاطلاق طيب ده فاندم الصوامع اللي كانت عندنا دي اما اغلبها عفى عليه الزمن يعني واكل عليها الدهر واشارب لا احنا هنجدد كل حاجة ونخليها كلها صوامع بتشتغل بالنظم الجديدة هتبقى كلها كومبيوترايزد الى اخره وبالفعل ده حصل فاصبح في عندك قدرة عن طريق منظومة الصوامع الجديدة انك انت تخزن حبوب تكفيك خمس لست شهور خدت بالك ده اللي انا بقولك عليه هنا احنا بنتكلم على ايه على كده المنظومة طب هلها دي المنظومة تحتاج الى مكملات لها عارف انت حاجة كيقولك المكملات الزراعية المكملات الغذائية ايه وطبع محتاج مكملات بل هي مكملات اساسية عشان اي منظومة بقى تطلع زراعة تطلع صناعة تطلع منظومة عمرانية تطلع منظومة تعليم الى اخره لازم يبقى فيه عندي شبكة طرق ونقل كافية بل وسليمة يعني لازم كل هذه المناطق اللي بتتزرع يبقى فيه طرق كبيرة واسعة حواليها تستوعب عمليات النقل وحركة النقل التقيل اللي هتبقى بتعدي فيها لازم يبقى فيه عندي على سبيل المثال قطار يقدر يشيل هذه البضائع مش بس للركاب كل ده تعمل اتعمل مش بيتعمل لا هو تعمل تعدى منه مرحلة واثنين وشغالين في الثالثة وفي الرابعة وهكذا وبالتالي المنظومة كلها معمولة بمنتهى التكامل ترجمة نانسي قنقر